تعالوا نشوف إزاي عن علم أولادنا الاتحاد وإزاي إحنا نفسنا ندرب الناس الموظفين في المؤسسات على الاتحاد وإزاي نعلم الطلاب وإحنا مع بداية العام الدراسي لازم نعلم كمان لازم يبقى فيه حاجة بتعلم أولادنا الاتحاد عشان نخرج من تفكك المجتمع ونرجع مرة تانية إلى مجتمع متماسك يستطيع أنه ينتج مش هنقدر يبقى عندنا ثمار وإنتاج عظيمة لازم نبني الإنسان على أنه متحد فيقدر ياخد قاطرة التنمية إلى الأمام تعالوا نقول أول إجراء أول إجراء عندنا لازم نتعود أن يكون فيه مهمة أسبعية في الأسرة أو شهرية بس لازم يبقى عندنا مهمة مهمة مشتركين عليها كل فرض من الأسرة يكون يدور في ترتبة فمسأل لما نرتب حاجة بيننا عن سافر فالأم تحضر الأكل ولا تحضر ترتيبات وتجهيزات السفر والأب يبقى مسؤول عن احتياجات والأولاد يبقى مسؤولين عن ترتيب بنامج الرحلة وكل واحد يبقى مسؤول وكلنا في الأخ خالص بنسعى أن الحاجة دي تخرج على الأفضل ما يكون فاكرين حديث الرسول الله عليه وسلم لما كان معهم في السفر فواحد قال أنا أزبح الشاة واحد تاني قال أنا أسلخة واحد تاني قال أنا أطهي الطعام فالرسول الله سلم قال وأنا أجمع الحطب وكأن الرسول الله عايز يجمع عنهم كل قدر ويخليهم في حالة ساعة وحالة ساعة بس لاحظ أن الرسول الله سلم اتحد مع أهل بيت اتحد مع أصحابه صلى الله عليه وسلم وكمان حضرت النبي كان بيتحد مع إيه مع أهل بيتي فكان في مهنة شوف كده في وكأن الرسول اللي يصم بيدخل كده فيبقى البيت كله مندمج البيت كله متحد البيت كله متفق على هدف واحد فيكون في مهنة أهله الحاجة التانية اللي احنا محتاجين نعلمها لأولادنا إنه لما ييجي ابني يقولك على فكرة أو يقول رأيه حتى لو مش عاجبك اسمعه ونقشه بهدوء لأن سماعك له ومنقشته بهدوء هتوسع صدره وخاصة مع جيل زد اللي احنا بنعيش معه دلوقتي الجيل اللي هو جاي من خلفية التمرد جاي من خلفية التشكك جاي من خلفية وانا ليه أصدقك ومين قال إن السن بيعتبر نوع من أنواع الأفضلية ولا الخبرة الزائدة لما تسمعه وتنقشه بهدوء هو هيبتدي يفهم إن احنا نستطيع احنا مع بعض بيخليه قادر على إنه يندمج معاك ويندمج معاك وممكن يتحد ويعيش معنا الأسرة كتير من الأولاد اللي قاعدين على اللابتوب 24 ساعة لأنهم مش لقين حاجة يتحدوا فيها مع هذه الأسرة إحنا محتاجين نجدد ده فخلي أولادك لما يتكلموا اسمعهم بهدوء ونقشهم بهدوء ده هيخلي ابنك قادر إنه ما يخفلش وما يغلقش عن نفسه فكرة ويعتبر إنه أنا مش قادر أتعامل معكم لأنه إنت قابلته بالتقبل فيطلع أحسن ما فيه ويضيف ويبقى سهل إنه يعيش بقيمة الاتحاد وقيمة الأسرة الجامعة آخر إجراء أنا شايف إنه مهم جدا جدا إنه نعلمه لأولادنا إنه في الآخر خالص إحنا لازم نتعلم من بدري جدا جدا حاجة اسمها توزيع المهام والأدوار يعني إيه توزيع المهام والأدوار إنه إحنا في الحقيقة كل واحد فينا عنده دور في البيت بيجمعنا غير مسألة إنه إحنا لما يكون عندنا رحلة نعمل كده لا كل واحد فيه دور يعني أنا لازم الإبن يتعلم إنه كونه طالب فده جزء من منظومة البيت فهو كونه طالب فهو بيعمل إيه مفيش مانع إنه يبقى دوره إنه يعرفنا الأشياء الحديثة اللي بيوصل إليها مفيش مانع إن الطالب دوة الإبن ده إن يعرفنا إيه الأحوال الجديدة اللي موجودة في المدارس أو جدا يا أولادي اللي في الجامعة كمان يبقى لهم دور إنه هم يعرفون إيه الأشياء وإيه الأفكار اللي بتحصل ويبقى عندنا ندوة إسبوعية لقاء إسبوعي لقاء إسبوعي بنعمل إيه؟ بنجتمع عشان ثقافتنا تبقى واحدة أقصد ثقافتنا تبقى واحدة إنه يبقى بيننا مشترك يبقى إحنا لازم فيه إجراء لازم يبقى فيه لقاء مشترك نتحد فيه على فكرة عشان نقدر نقرب من بعض وكمان البيوت تبقى أكثر صلابة وأكثر قوة العمل المشترك اللي هو بيتعلق بالثقافة شيء مهم ولو ما كانش عندكم عمل مشترك أنا بقترح عليكم إنه تجيبوا الأربعين النووية اللي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد ييجي في لحظة من اللحظات يقرأ الحديث يقول هو فهم مؤدئه وتشوفوا إزاي هتستطيع أنه انتوا تطبقوه ويريد كمان يبقى في المجلس ده كمان صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكتر حد علمنا إن الاتحاد باب من أبواب إخراج الجمال الذي أوضعه رب العباد في كل العباد يا رب يجعلنا من أهل الاتحاد اللي يخرج أجمل ما فينا ويحصن قلوبنا من الأنانية ويحصن قلوبنا من الأهواء ويجعلنا في صلابة ليست بحولنا وقواتنا ولكن بمدد من جمع هذه القلوب وألف بينها يا رب يجعلنا على الدوام من أهل الاتحاد مبارك لنا في أوقاتنا ويجعلنا نعرف قيمة القيم في حياتنا وأن ما لا قيم له لا قيمة له فاجعلنا لنا قيمة بنظرك إلينا يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر